اشتركوا في القناة لأن مسلسل استمرار محاربة العمل النقبي ومحاصرة العمل الكونفيدرالي واستهداف الكونفيدرالية الديمقراطية الشغل متواصل كيف كان مع الحكومة السابقة مع هذه الحكومة الدولة للأسف مصرة إلى أعطاء صورة سيئة على الحريات النقابية في بلدنا مرة أخرى بعد سابقا تمنعت المسيرات دي الفاتيح مي وبدأ بعد ذلك تمنعت المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية لانظماتها الكونفيدرالية الديمقراطية الشغل نهار ربعاء يونيو لمواجهات سياسات الحكومية وعدم وفاها بالتزامات محاربة العمل النقابي وعدم فضل النزاعات الاجتماعية بيوم سابقة خطيرة توضيف القضاء قضاء غير مستقل توضيف السلطة السلطة الإدارية السلطات الأمنية في منع تأسيس إطار نقابي دي ربابنا دي الشركة الوطنية خطوط المالاتية المغربية من تنظيم النقابي داخل الكونفيدرالية الديمقراطية الشغل بل القرار قبل المحكمة اليوم المحكمة كانت في جلستين اليوم أرغم المدولات ورغم كل الدفوعات والمرافعات دي الأساتذة قررت المحكمة باش في حكم استعجالي احنا كنسألوا مش نوع طبيعة الاستعجال مش هاش واقع في المغرب باش يكون النوع من هذا الاستعجال لمنع تنظيم نقابة معينة حكم استعجالي اليوم بتعجيل هذا المؤتمر التأسيسي للكونفيدرالية الديمقراطية الشغل قررت تأسس هذا الإطار النقابي بقناعة دي الربابنا وبإرادة دي الربابنا وبرغبات الربابنا في تنظيم تنظيمهم داخل الكونفيدرالية وتأسيس الإطار النقابي الدفاع المصائح المقتصادية والاجتماعية والمهنية لكن الصبقة الخطيرة هو أن قرار عاملي بالأمس قبل المحكامة نصابق للمحكامة قبل القضاء العمل دي الانفاء كي يصدر قرار بمنع المؤتمر بالأمس قبل المحكامة بمنع عقد المؤتمر وانتم كتشوفوا اليوم الأجهزة الأمنية اللي كتحاصر للمقرد الكونفيدرالية من أجل منع عقد هذا المؤتمر بمعنى توضيف القضاء توضيف السلطات من أجل محاربة العمل النقابي الكونفيدرالي وبدواعي يمكن فيها عمل حين الكونفيدرالية المقرد تنظم درت ملصاق اللي كتخبر وفي الوسائل الاجتماعية فيها تنظيم المؤتمر لا هذا ما شيء ما يعني ما يكون الحق تدرون نقابة وطنية التدخول ديال أرباب العمل وديال الدولة في الشأن الداخلي النقابي ممنوع المقتضيات مدونات الشر لاحق لهذا الجهة من أرباب العمل تدخلها ولاحق لنقابة تدخل في أرباب العمل الشكل ديال تنظيم في العسم تنظيم لا تسمي نقابة وطنية لأن الشركات الخطوط الماداكية المغربية مقرها اجتماعي بدار البيض يوم ما بعد هي شركة وطنية واحتفل وطائق ديال الحكومة ديال الدولة ما فيها وطائق ديال القانون المالي منصوص عليها الاسم ديالها هي مجموعات الشركة الوطنية النقل جوي الخطوط الملكية المغربي من طبيعة الحال يكون عندهم نقابة وطنية ويتنظمون نقابيين أسف المغرب ما زال عندهم قطة سوداف عدم المصادقة الاتفاقية 87 ديال الحرية النقابية دائما كتجبد هذه النقطة في كل مؤتمرات ديال منظمة العملية عمل الدولية الجنب هذا لا ليسوا لا بحامل السلاح ولا بقضات ولا بمحزان هذا موظفين ديالشركة عمومية ويمنعون من تنظيم يعني كما لأنه هناك توجيه ديال الكنفيدرالية مخصص تنظم قطاعات فين خصك تنظم بل أكثر من هذا وهذا أشياء معروفة العديد المسلمين يقولون لهم لماذا هذا الحصار على الكنفيدرالية الدمقراطية الشهر سيروا يشوفون نقابات أخرى إلا الكنفيدرالية الدمقراطية فبقدر هذا العصرار يمكن أيضا يشيرون إلى استعمال طائرة في الملصق يعني كما أقول أن شيء مقدس هذه شركة عمومية لكن نقاب الصور في الفضاءات العمومية وفي الجرائد في أشياء والإسم يبحثون عن أشياء لا قيمة لها ولا قانونية لها من أجل منع هذا التنظيم القانوني هناك أساتي لأن تعجلت الجلسة وكذلك جلسة أخرى في 30 أكتوبر المناقشة الموضوع والموضوع أساسا وليس فقط بنع المؤتمر وإرادة لأنه تمنع النقابة لا تكون لكن الإصرار الشرعية لا تعطى بالقوانين ولا تعطى من طرف الأجهزة الأمنية ولا من طرف غيرهم الشرعية تنظيم النقابية تعطى من طرف القواعد من طرف المنخريطين من طرف الموظفين من طرف أجراء موالك يعطي الشرعية لأي تنظيم نقابي يتنظم ويكون له دور أساسي جبدو أيضا في شعار السلامة دي الملاحة الجوية وهذه من المقتضيات العامة دي الكل إطار نقابي كان في مدوانات الشغل كان في المواطق الدولية دوره الأساسي والدفاع على الجانب دي السلامة المهنية ليس اختصاص وليس حكر ما يمكنش يكون عند الإدارة لوحدها والحكومة لوحدها فكيف يعقل شعارات دي الدولة الحق والقانون شعارات دي الحوار الاجتماعي شعارات دي الشاركة وإشراك الطبقة العاملة والنقابات في السياسة العمومية وفي غيرها من المخططات واليوم كان صدامه للأسف بواقع مر لكن بقدر الإصرار أن الكونفدرالية الديمقراطية الشغل لن تتوقف على أن تنظيم كل قطاعات التي يعبروا المناظرين والمخراط أو الأعضاء لأنهم يتنظمهم في احترام القانون في احترام الإرادة والكونفدرالية لن تتوقف عن مسيرتها النضالية دفاعا على كل قضايا دي الطبقة العاملة بصفة عاملة ومواجهة الحكومة التي تملص من التزاماتها والتي تتحارب العمل النقابي ودفاعا أيضا عن المواطنين اللي اليوم يكتبون من الزيادات في الأجور وفضل الفساد المشتري في العادي المؤسسات غيرها من المؤسسات ذي الدولار للفساد حاضر بشكل قوي ولا حسيب ولا رقيب ولا من يواجه هذا الوضع فالكونفدرالية هي هذه كما كانت بالأمس وكما تعرضت بالأمس من العديد من المؤامرات ومن التعسفات ومن الحصار ومن المنع ومن الاعتقالات على تواصل مسيرتها النضالية ترجمة نانسي قنقر